المباشرة بفتح الشوارع الرئيسية والفرعية بجانب الكرخ والرصافة في بغداد تنفيذا للإصلاحات التي أصدرها رئيس الوزراء عبر لجنة مشتركة من عملية بغداد ومجلس المحافظة ومديرية المرور وأمانة بغداد حيث تم وضع جدول زمني لإزالة الكتل الكونكريتية من شوارع العاصمة وفسح المجال أمام حركة المواطنين وتنقلهم وضع جدول زمني لفتح أغلب الشوارع في مدينة بغداد والتي ستساهم في تقليل عن كهل المواطن من خلال السماح بالمرور خلال هذه الشوارع بالإضافة إلى أنه ستساهم في تحسين تقديم الخدمات هناك فتح لممرات أخرى هناك بعض الطرق مغلقة لوجود مقرات ووجود شخصيات هذه الطرق ستفتح بالكامل إن شاء الله والأسبقيات ستتم بالتعاقب الآن عدنا عمل شوارع رئيسية مع أمانة بغداد هذه أشركنا أمانة بغداد وجهدها لندسي مشكورين البداية كانت من منطقة السيدية حيث عبر مواطنون عن فرحاتهم بفتح الطرقات ورفع المعاناة عنهم بعدما كان يعانون الأمرين بالانتقال داخل المدينة أو الدخول إليها بسبب كثرة الشوارع المغلقة بحسبهم خطوة جبارة وبارك الله بيهد ودليل على أنه القوات الأمنية مسيطرة على الوضع هي فتح الطرقات فهذه الخطوة يشكر عليها وأحنا ممنون الأحسن ما نلوف منه كتش أنه صعبه يعني كله صعبه حسن منه فتحه سهلوننا أمر يعني كله جزيان السيدية سعيدين فمخرج ما الكهرباء مزدود فنضطر أنه بالنصة عملية بين الزحامات ونخلص من الشوارع فهذه الخطوة جريئة أما جانب الرصافة وتحديدا في منطقة الكرادة لقت الفرقة المكلفة بفتح الشوارع وتنفيذ توصيات رئيس الوزراء بعض الصعوبات بسبب هيئة نزاعات الملكية التي رفضت ولأسباب أمنية فتح الشارع المؤدي إليها وبعد مفاوضات طويلة تم التوصل إلى حل وفتح الشارع اليوم هيئة نزاعات الملكية كانت تفاوضوا إياهم لأن هم يعتقدون أنهم بقوا وحيدين هم يعتقدون تهديد أمني أنا أعتقد أن تهديد أمني على كل بغداد اليوم المواطني يريد يرتاح اليوم المواطني يريد يشيل الكون كريت من عنده معاناة هذه المنطقة محلة 952, 62, شارع 52 كلهم معاناة كبيرة لا راح نضر الشسمة الدائرة ولا راح نفسح مجال للمواطن حتى يستخدم هذا الطريق بشكل خدمي هذا الشارع عصب ضروري وبشوارع فرعية مقطوعة إلى الشارع الرئيسي وهذا راح يسهل عملية تسهيل المواطنين أمانة بغداد بيانت أيضا أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد ورفع جميع الكتل والحواجز وفتح الشوارع أمام حركة المواطنين حيث ستمكنهم هذه الخطوة من تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين في وقت أكدت قيادة عمليات بغداد وجود ما أسمتها بالدراسة الموضوعية لفتح المنطقة الخضراء بصورة تدريجية أمام حركة المواطنين موفق مجيد الحرة بغداد